بسم الله الحمد لله والصلاة والسلامة رسول الله عندما يقوم للصلاة لابد أن يجعل الرجلين جهة القبلة تخلموا كذا تقوم على استقامة البدل لا يفرج الرجلين ولا يضم الرجلين نعم نعم النظر دائما يكون إلى موضع السجود المعثو من المعثو من المعثو من المعثو من المعثو من المعثو من المعثو بسم الله المدول تقول الأفضل والسنة مؤكدا يصل إلى شترة نتعرف نتعرف أو يتقدم للصف الأول الجدار عند التكبير يضم الأصابع يقول الله أكبر ثم يضع الباطن هنا على المفصل هكذا على صدر وضع أكذا أو يستطيع يقبض أكذا هو موجود أنا أكذا أنا أكذا أنا أكذا نعم نعم ماذا يصنع الآن يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح طب لفهم الفاتحة السورة اللي تعالى إذا كلا يحفظ لها إشكال سورة اللي تعالى دعاء الاستفتاح قبل الفاتحة سنة إذا كلا يحفظ لها إشكال سنة يزيوه سنة يستعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإما يقول آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت أعود بالله بسم الله الرحمن الرحيم لما يقول آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم أمين سيبطير لك إمامه إذا كنت أعود بالقصلاة بجمع منه أمين زن الفا نديهم قصعد العرب وكنا وكنا ثم يستحب له أن يقرأ آية فأكثر ما تيسر من القرآن ثم يكبر كما فعل الله الله أكبر حدوى المدنين أو حدوى المنكبين ثم يوكع ثم يوكع ثم يوكع ثم يكبر ثم يوكع ثم يوكع ثم يكبر يوكع ثم يوكع إذاً لا يثري المرفقين ويجعل الرأس على استقامة واحدة مع الله يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوباً يجب علي أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرحلة وجوباً لبسطح ان نزمل أن يختلف مع الله سبحان ربي العظيم مرحلة سبحان ربي العظيم مرحلة وجوباً فقالsehen أن انظ Ведь إذا كنت لا نحق Extra استغتضل على شبك البشر نعم أو غير هذا مما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكدو الشكوان رب العبين بين الان الركوع وبين الاعتدال يرفع يديه أقول سمع الله لمن حميده يعني الآن هو راك عاكنا يقول سمع الله لمن حمده الآن هنا إذا اشتقام يقول ربنا ولك الحمد ثم يستحب له أن يزيد لربي الحمد لربي الحمد مثلا نعم ثم يقول الله أكبر ويسجد نعم السجود الآن يضم الأصابع ويجعلها جاة القبلة يضم أصابع اليدين يجعلها جاة القبلة باطن أصابع الرجلين يجعلهما على الأرض باطن أصابع الرجلين على الأرض لا يصح أن يرفع هكذا أو يرفع ما هكذا لا بد باطن الأصابع هكذا على الأرض الجبهة والأنف على الأرض يرفع المرفقين على الأرض لا يجوز أن يجعل المرفقين على الأرض نعم يقول في السجود سبحان ربي الأعلى نعم ثم يستحب أن يزيد أو يدعو بما ورد أفضل شيء أن يتحرها دعينة الكتاب والسنة ثم يقول الله أكبر ويجلس يجعل أطراف الأصابع عند آخر الفقر يفرش اليسر ويجلس عليها وينصب اليمنى هكذا في جلسات كل الصلاة يجلس على هذه الصفة يقول ربي أغفر لي مرة واحدة ويستحب أن يزيد ربي أغفر لي ربي أغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى ثم الله أكبر ويقف يقرأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ الفاتحة ثم يستحب أن يقرأ ما تيسر من القرآن سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي أغفر لي الله أكبر سبحان ربي أغفر لي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الآن يتشهد يقول التحيات لله والصلاوات والطيبات يقرأ التحيات كاملة وبعد التحيات يقول الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد نعم الصلاة الإبراهيمية بعد هذا يستعيد بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الفسيح الدجاة ثم يستحب له أن يدعو ثم يسلم برأس فقط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برأس فقط لا يرفع رأسه هكذا وطاقه ولا يضرب بيديه هكذا يحرك لديه ولا يسلم هكذا السلام عليكم من كبي خطأ إذا انتهى من الصلاة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد الصلاة ندعو في السجود أو في التشهد قبل التسليم نعم نعم